وخلونا بقى ندخل فيه أجواء المونديال ونعرف بقى من هناك شخصيا يعني الدنيا عاملة إزاي والأجواء كانت عاملة إزاي وخصوصاً الأجواء اللي صاحبت حفل الافتتاح ومباراة الافتتاح بين الإكوادور وقطر فخلونا نروح على طول على الدوحة وعبر سكايب معنا الأستاذ أحمد عويس النقد الرياضي يا صباح الفل عليك يا أستاذ أحمد وأهلا بيك معنا بعشرة صبحة في الأهلي صباح الفل عليك يا كريم وصباح الفل على كبير الناس أعظم الناس أهلا بيك طيب عايزين بقى نعرف منك الأجواء كانت عاملة إزاي ويعني لو قلنا لك مشكوراً تلخص لنا إمبارح كان عامل إزاي في الدوحة هو إمبارح كان يوم عيد في الدوحة اليوم اللي هم مستنينه بقى لهم دلوقتي من 2019 13 سنة بانتظار هذا اليوم أخيراً تم افتتاح مراكس العالم في قطر بعدما الناس كلها قالت بقى لنا عايشين في قصة أنه المونديال مش هتلعب 13 سنة يعني علفة كريم قبل انطلاق المونديال بأيام كانت الناس طول برضو مش هتلعب يعني الفرق بتقضل والناس بتيجي وبطبعاً كلاماً أصلها تتسحب أصلها تتلغي ولكن أخيراً إمبارح تم إطلاق منديال قطر 2022 بحفل افتتاح أنا وجهة نظري كان لي رسالة أكثر ما هو مبهر يعني هم متعمدوش إبهار العالم في حفل افتاح قد ما قرروا يوصلوا رسالة إنه إحنا هنا بطولة في دولة بتدعو للتسامح والدين الإسلامي بيدعو للتسامح بالقاية القرآن اللي تقالت فالحقيقة افتتاح رائع ولي رسالة وبيعبر عن الهوية القطرية العربية الخليجية وفي حضور جماهيري 67 ألف أعلمش برضو 67 ألف إزاي ده الرقم اللي تم إعلانه رسمياً في المدرجات لأن السعر رسمياً لستدها 60 ألف ولكن خلونا نتجاوز عن ده ونقول إنه الافتتاح كان مبهر كان فيه طبعاً بعض الصعوبات في الدخول ووصول الجماهير للملعب ولكن كل ده جنب المونديال بدأ في قطر خلينا نقف عند التفصيلة دي مبدئياً لثواني وبعد كالك أسمع حضاك بقيت كلامك حتة الإبهار اللي فيه ناس وقفت عندها حضاك كلامك واضح جداً كان فيه رسالة وهم جماعة في قطر اهتموا بتوصيل هذه الرسالة حتى ولو على حساب الإبهار بس الحقيقة غياب الإبهار بالحجم اللي كان متوقعها ناس كتير خليتهم يقفوا عند الرقم اللي أعلن عنه عن التكلفة الإجمالية لاستضافة قطر لهذه النسخة من المونديال تجاوزت 220 مليار دولار فالناس كتير كانت مستنية أن تشوف أن الاستاذ نفسه حيطير وحاجات مش متوقعها حتحصل وكائنات فضائية حتنزل من منطلق أن دولة ثارية وهي لتصدت لتنظيم الفعاليات فأكيد حيكون فيه إبهار إلى أي درجة الموضوع ده كان مردي أو غير مردي عند السواد الأعظم من الناس اللي كانوا حضرين لا اللي كانوا حضرين الافتاح كان مردي جدا ليهم ولكن فعلا أكريم الناس لاتمستنية لأنه كمان لو تفتكر حفل افتتاح البطولة العربية اللي كانت تحت أشرب الفعالي تعمل هنا في نفس التوقيت السنة اللي فاتت كان مبهر بصورة كبيرة جدا يعني كان بيه إبهار وكان فيه حاجات هولوجرام كتير جدا فهنا حنشوف ده مضروب في عشرين ضعف في الافتتاح بتاع المونديل أب الزبط فطبعا هم هتموا جدا بالرسالة حتى اختيار الممثل عن مورجن فريمون للوجود في الحفل الافتتاح هو اختيار لرسالة لأنه أنت عارف أن مورجن فريمون عامل المسلسل اللي هو زجاد اللي هو بيتكلم عن حاجات كتير اللي هي علاقة بالإيمان وكده فهو هم قرروا يشتغلوا على الرسالة أكتر ما يشتغلوا على الافهار خلينا نقول أنه رقم الـ 220 مليار اللي تقال هم القطرين نفسهم بقولونه صحيح ولكن أنت لما تبص على البلد يا قطر اتهدت وتبنت بنقوله جديد وعشان كده قالوا دي تكلفة مش بس للفعاليات دي كمان تخص البنية التحتية في الإمارة تكلفة سيكون كده بناء ثمان ملاعب مبهرين جدا هنشوفنا مبارح ملعب البيت مبني على هيئة خيمة في ملعب أحمد بن علي ملعب المدينة التعليمية أستاذ خليفة الوكرة تسعة سبعة أربعة السمامة ثمان ملاعب على أعلى مستوى ممكن تشوفه في العالم فده تكلفة بناء الحاجات دي وهما بالنسبة لهم كان ممكن يدفعها أكتر عشان يعملوا بيقار للبلد دلوقتي ما مش حد في العالم يا كريم ما عرفش قطر أنت العالم كله دلوقتي بس لقطر 2 مليار مواطن حول العالم تابعوا 2 مليار و2 مليون تقريبا تابعوا نهائي كسر العالم في روسيا فلما يصل عدد لتنين مليار بيشوفوا نهائي كسر العالم أو فتح كسر العالم في قطر فده بالنسبة لهم رقم بيصرفوه على بيقار البلد لأنه هم مستنين بعد كده هم ما بيبطلوش تنظيم بطولات في خطتهم أنه هم عايزين ننظموا المبيادة عشرين وثلاثين عندهم كس أسيا السنة اللي جاية عندهم الأسيان اللي هي الدارة العام الأسيوية عشرين وثلاثين فالحقيقة بالنسبة لهم الرقم هم بنية أحتية أكتر منه كس عالم طيب خشي بنا بقى على ماتشوات النهاردة أستاذ أحمد النهاردة فيه تلات ماتشوات أهمهم من وجهة نظر إلينا كمصرين هو فيه ويلز ونجلتارا الأول وبعد كده فيه بقى الماتش المهم سنغال وهولندا سنغال وهولندا مفاجئة الإكوادور مبارح ألبة الموازين الناس كلاك هتمتوقع أن قطر هتكسبه لكن الإكوادور قدم مباراة رائعة وأعتقد أنه ممكن الإكوادور وسنغال يعملوا مفاجئة ويضايقوا هولندا شوية في المجموعة هيبقى النهاردة في المباراة اللي هتتلعب بدأ المونديال بدأت الجباهير تتوافد الحقيقة من سواء المقيمين في دبي أو اللي جايين من بلادهم لأنه في مجموعة كبيرة جدا من الجمهور قعد في دبي عشان سهولة 40 ديئة تقريبا بالتيران فهما هيعودوا في دي واحدة رعا المنشاط النهاردة وبدأ بقى لأنه بكرة فيه الأرجنتين والسعودية بعد المهرب وكرواتيا والبرازيل والسربية يعني بدأنا بقى في أجواء المونديال خلان نقول مستوى المنتخب القطر المباراة كان مخيب جدا جدا لجماهيره ولكل الناس اللي موجودة في قطر لأن المنتخب ده بقى له 6 سنينة كريم بيتم أعداده ولعب بطلات كتير لعب خد هو بطل أسيا عامل لقب كاس أهم أسيا ولعب في بطولة أمريكا الشمالية ولعب في بطولة أمريكا الجنوبية لعب يعني لك كل بطلات يعني اللي كان فاضل أنه يشارك فيه كاس أهم الأفريقية بس فالحقيقة تم أعداده بشكل مبهر ودفع فيه فلوس كير قوي في أعداده ولكن الحقيقة نبراح المستوى تقريبا يعني أنا شفت يعني من النادر أن أنت تشوف جماهير خليجية في مباراة الدول الخليج إلا في السعودية في السعودية بس الجمهور السعودي بيحضر كتير ولكن في مباراة الدول الخليج بتبقى الجماهير قليلة شوية نبراحك يا قطرية موجودة بكسافة جدا تقريبا بالكامل كان قطرين بتثناء الخمس تلاف إكوادوري اللي جم تقريبا في الديئة 60 الملعب كان فاضي تماما وما كانش في حد اللطيف كمان أن الجمهور القطري إنبارح كان في مجموعة كده موجودة زي نقوله في التالتة شمال كانوا بيغنوا أغاني على طريق الجمهور الأهلي وده كان شيء مبهر بالنسبة للحقيقة يعني في أغاني الجمهور الأهلي ليها تيمات معينة حولوها بنفس تيمات وبقوا يغنوها لجمهور للمنتخب العنابي على المنتخب القطري جميل إن النادي الأهلي ملهم على كل الأصعيدة الحقيقة قطة صحي والله يعني أنا حاولت أصورها بس صوت طلع مش كويس كنت أبعثها لكو أحاول في الموراة اللي جاية لو قالواها تاني أبقى رأيب منهم وصورها لكو وعشان نعرضها عندهم ونعرضها عندنا في عشر الصفحة في الأهلي طبعا عايزة أسألك على أبرز اللقطات اللي أنت شخصيا كنت مبسوط قوي وانت بالتباحة كده ومبتسم وراضي في حفل الافتتاح سواء في حفل الافتتاح في ماتش الافتتاح ما قبل الافتتاح عارف أنت طول الوقت كاس العالم بالنسبة لي بيبقى كأنه اجتماع لأم المتحدة وجود جنسيات كتير وجود ناس كتير التسامح اللي موجود الناس داخلة وخارجة أنت عارف لما قطعة الجلد المدور دي اللي بتلم كل الناس دي الناس جاية بسفر كتير وناس بحب الموضوع حاجات تفرح الحقيقة الحفل الافتتاح والتسامح واللي حصل فيه ظهور العديد من الشخصيات المهمة في حفل الافتتاح عرف سواء مستدر رئيس عرف الفتاح السيسي حاجات كتير قوي في الافتتاح تحسزك أنه لا فيكش عالم جاي هقولك أنا يا أحمد هقولك أنا عن نفسي إيه اللي قطعت اللي وقفت عندها شوية حلوين حتى من قبل انطلاق الفعاليات يعني شفت فيديو لأحد المشجعين بس ما كانش واضح من أي دولة أوروبية المهم كان بيصور نفسه فيديو وراء في مسجد وكان وقت أدان الفجر والراجل كان بيصور الفيديو ده وفيه استحسان كبير جدا باين على وجهه وفيه سكينة باين على ملامحه والفيديو كله كان فيديو استحسان دي واحدة اللقطة التانية برضو مجموعة من المشجعين وقفين قدام إحدى الجداريات بس كانت صورة متصورة من بعيد شوية فمش قادر أميز هل ده كان حديث نبوي ولا آية قرآنية ومترجمة وكانوا قاعدين بيقروها كان برضو من الحاجات اللطيفة جدا مبارح أحد رجال الشرطة القطرية كان بيساعد واحد من المشجعي الإكوادور في أنه يلبس العالم بتاع بلده على رأسه ويحطه عليه كأنه عقال فكان برضو لفتة لطيفة جدا وفكرة أن أنت هويتك بقى العربية والإسلامية والخالجية يعني اللي حصل ده جميل على الصعيد ده على الآل وعلى فكرة الكريم ده ظهر تماما في حفل الافتتاح فرض الهوية العربية أنا قلت الكلام ده في البداية فرض الهوية العربية الإسلامية على حفل الافتتاح إحنا صحراء وبنقول لكم إن إحنا صحراء وبنقول لكم إن إحنا عايشين في الصحراء وإن إحنا بد وإن ده مجتمعنا ودي تقالدنا ويا جماعة إحنا بنقول لكم ده وبنقول لكم إن إحنا عايشين على التسامة وإن دلنا بيدعو للتسامة وجعلناكم شعوب ونقبائل اللي تعرفوا إن أقربكم عند الله أتقابكم طبعا الموضوع ده دي الرسالة اللي حاب حفل فتاح يقولها وده اللي انت شفت بقى في القطار دي يا كريم ظهور المسجد ظهور الناس جنب مع صوت الأزان حاجات دي فكرة التسامة إنتوا تعالوا عندنا وعيشوا أجواء المونديال بس بتقالدنا وأعرفنا وده الحقيقة واضح والحقيقة كان فيه إصرار قطري على تفصيلة احترام عادتنا وثقافتنا وتقالدنا ودن برغم إن هم كانوا عاملين ده هم عارفين كويس قوي من نقطة البداية أنهم حيكونوا بصدد هجمات قد تكون شرسة في بعض الأحيان وقد كان لكنهم الحقيقة أداروا الملف ده بمنطقة الاقتدار أداروا بمنطقة الاقتدار والتوقيتات الزمنية اللي صدرت فيها القرارات الحقيقة يعني مبهرة لأنه هم استنوا لحد قبل انطلاق البطولة تقريبا بـ 48 ساعة والفيفا أصدر كل القرارات وجانين فنتينو كان واضح وصريح في تصريحاته اللي عملها قبل المونديال بيوم إحنا هنا هنحترم كل ما يقوله الشعب القطري أو هويته أو دينه أو قليده حقيقة لا يعني لازم نشكر اللجنة المنظمة والناس هنا في قطر على فكرة أنه هم فرضوا إقاعهم على البطولة يعني فرضوا كل اللي هم عايزينه على البطولة ونتمنى طبعا البطولة تنجح لأنه البطولة بدأت انبارح رسميا بالافتتاح وهتبدأ بقى النهاردة وجود ثلاث مباريات والنهاردة ومن بكرة فيه أربع مباريات كل يوم ده معناه أن مئة وستين ألف متفارج بتحركوا مع بعض في البلد ده بقى اللي يبين مدى نجاح قطر في تنظيم البطولة يا رب ان شاء الله النهاردة بقى التعدي على خير ونبدأ بقى نتابع مع بعض من بكرة الصبح بإذن تفاصيل بقى للنهاردة ثلاث مباريات بكرة بكرة شو برا مهمة جدا أرجنتين والسعودية ان شاء الله بكرة احنا لازم نتكلمك بكرة كمان ان شاء الله نعيشنا وكلنا عمر ونعرف منك بقى تفاصيل اليوم الغد لكن برضو عايزة روح معاك لتفصيلة كده ليه علاقة يعني نادرا ما بيحصل انفصال ما بين السياسة والرياضة في مناسبات كروية زي اللي احنا فيها دي يعني شفنا برضو مجموعة لقاطات الحقيقة كانت جميلة جدا شفنا من خلالها في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سمو يعني برضو كانت السياسة حضرة بشكل او باخر الحقيقة الرياضة بتجمع الشعوبة طبعا وفكرة وجود الرياضة انت وانت 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 موجود في مكان رياضي ببقى فيه الموضوع بقى فيه سلاسة ففكرة القمة المصرية القطرية التركية اللي تم عبدها مبارع على هامش على هامش اللقاء الافتتاع هي قمة هتبقى مهمة جدا اللي جاي ما فيش تفاصيل تقالت ولكن اعتقد انه دي خطوة قد تكون مؤثرة جدا في مستعبة السياسة في الوطن العرب لا حقيقة يعني اللقاطات دي اسعدت ناس كتير جدا في العالم العربي كله على فكرة مش مش في دولة بعينها ومش في مصر بس او في قطر بس او كزا لا اسعدتنا كلنا وعلى فكرة كان فيها تكسيد للمعاني والقيم اللي اخواتنا في قطر حابوا يرسخوها في حفل الافتتاح فكرة التسامح وفكرة لتعارفه وافكار لطيفة كتيرة كلها بتصب في خدمتنا او في خدمة صورتنا كعالم عربي اكيد التقارب بين الشعوب طول الوقت بيفرع يعني ما حدش ببطوط باي نعزال او اي فرقة بين الاخوة العرب اعتقد ان اي تقارب بينهم بيبقى مهم جدا لنا كشعوب حتى وانتمنى ان الموضوع يكمله وتبقى حاجة مهمة ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا ومتمنى لك اقامة طيبة ومشاهدة ممتعة لكل الفعليات ان شاء الله بكرا بقى معاكم من ملعب مواركة سعادة بلسلتين لازم ان شاء الله بكرا ماتش مهم جدا وكيد كل قلوبنا مع اخواتنا في المملكة العربية السعودية في التحدي اللي هيخضوه بكرا بإذن الله باشكروا السيد احمد عويس هنقض رياضي جزيل الشكر على وجوده معنا كان معنا عبر سكايب من الدوحة